موسيقى 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 حياكم الله مرحبا اهلا وسهلا رمضان الكريم كل عام وانتو بخير اهلا وسهلا الى موعدنا بعين حفيدة التي رصدت ما قبل تاريخ الفيفا المقررة ابتداء من هذا الاثنين والمباريات المقررة بالنسبة للمنتخبات العربية والافريقية مباريات الدولية المقررة والتي هذه المرة تصنع الحدث بما فيها سواء من خلال المدربين او من خلال اللائبين الحدث كان في مصر منذ الاسبوع الماضي والقضية محمد صراح بين الابعاد والاعفاء والاستجابة لطلب هناك من يقول بانه تم استبعاده من المنتخب مع مجيء حسام حسن وهناك من يقول بان الامر يتعلق باعفاء بما في ذلك المدير الفني المصري الذي قال في الندوة الصحفية بان عدم استدعاء جاء بطلب منهم وبالتالي فهو استجابة لطلب محمد صلاح ولطلب فريق ليفر بولا الطلب الاول هو كان من ليفر بولا الذي يريد ان يتعافى محمد صلاح منذ الاصابة تعوفي نهائيات كأسهم من افريقيا الاخيرة في كوندفوار يريد ان يتعافى ويواصل العلاج في انجلترا ويعتقد بان انتقاله للامارات العربية المتحدة لحضور التربص المنتخب المصري لكي يشارك في مبارتين قد يؤثر على مشوار علاج اللاعب لذلك البداية كانت من نادي ليفر بولا الذي ارسل خطابا للاتحاد المصري يرجو منه اعفاء محمد صلاح من حضور هذا التربص وبعدين كان فيه تواصل بين الاطار الفني ومحمد صلاح الذي طالب كذلك باعفاءه فكان فيه استجابة لهذا الطلب خاصة ان الامر يتعلق بمبارتين وديتين تحضيراتي ولكن الامر يتعلق كذلك باول خرجة للطاقم الفني الجديد اذا بين الابعاد والاعفاء والاستجابة لطلب وسائل اعلام في مصر بالدرجة ولا كانت تدور في هذا الفلك وتحدثت عن كثير من الامور علما ان محمد صلاح شارك احتياطيا في المباراة امام ستبارترا براغ وشارك احتياطيا في المواجهة امام منتشستر سيتي وارتاح البارحة في مباراة العودة في الدول الاوروبي وسيشارك من دون شك في مباراة ليفربول القادمة المهمة في سبيل الحفاظ على التاج وفي سبيل كذلك فوز بكأس انجلترا والفوز كذلك بكأس الاتحاد الاوروبي بالاضافة الى فوز بكأس الرابطة عندما نتحدث عن صلاح دايما نتحدث عن محلس في الجهة المقابلة بغض النظر عن قائمة القائمة الاولى لمدرب السربي بيتروفيتش مدرب المنتخب الجزائري بغض النظر عن الاسماء فان ما يثار وما اثير وما يلفت الانتباه هو هذا التواصل بين المدرب ومحلس بين محلس والاتحاد يقال بان رياض محلس طلب الاعفاء من المشاركة في هذا التربص قد يكون الامر عادي ومفهوم بسبب تأثره بشكل كبير جدا ولكن يقال ايضا بانه هو بصدد التفكير في مستقبله مع المنتخب يعني التفكير في امكانية التوقف عن اللاعب مع المنتخب محلس عمره 33 سنة اليوم الخيار محلس يبقى قطعة مهمة جدا بالنسبة للمنتخب الجزائري خياره يجب ان يحترم سواء بالاستمرار او بالتوقف وخيارات المدرب ايضا يجب ان تحترم سواء باستدعاءه او بعدم استدعاءه بالموافقة على طلب اعفاءه من هذا التربص من عدمه لوريد ان اذهب في تحليلي الى ممكن اشياء اخرى سابقة لأوانها ولكن يجب ان ننتظر اللي نرى ان ننتظر قرار محرز وقرار الاتحاد الجزائري والمدرب وننتظر كذلك خيارات المدرب الجديد للمنتخب الجزائري في هذا التربص وفي الموعدين القادمين في شهر يونيو المهم ان محرز الذي لايب 94 مباراة مع المنتخب سجل فيها و31 هدف لن يكون حاضرا في هذا التربص مثل ما لن تكون بعض الاسماء حاضرة من التي بلغت من السن نعتية او تراجع مردودها او ربما المدرب لا يعود عليها كثيرا عندما نتحدث عن صلاح ومحرز ومصر والجزائر يجب ان نتحدث عن المغرب كذلك في نفس السياق ايضا مع استفادة المنتخب المغربي من لايب ابراهيم ديارز بالاضافة الى اسماء كثيرة جدا سابقة استفادة المنتخب المغربي من ابراهيم ديارز اثار الكثير من الكلام ترحيب طبعا في المغرب والكثير من الجدل والكلام في اسبانيا حيث انتقد الاتحاد الاسباني على تخاذل وتخاذله هكذا وصف في بعض وسائل اعلام الاسبانية وتضيئه لعدد كبير جدا من اللاعبين نعم تمكن من خطف لمين يامال ولكن الوسائل اعلام الاسبانية سردت سلسلة من اللاعبين مغاربة وغير مغاربة كذلك او من يحملون الجنسيتين الاسبانو مغربية او الاسبانو بلدان اخرى على غرار حكيمي في وقت ما وعلى غرار الزلزولي الياسة خماش جارناتشو مؤخرا لوكاس وتيو هيرناندياز تنائي المنتخب الفرنسي اللي كان قريبين من الالتحاق بالمنتخب الاسباني وضاعها طبعا وسائل اعلام الاسبانية تتحدث عن خدلان الاتحاد الاسباني مقارنة باتحادات اخرى تقول بانه لا يسر كثيرا على لاعبها وبالأحلى لا يتم تماما باللاعبين وبالمواهب الا نادرا مثل ما حدث معالمين يامال لذلك اختنمت الفرصة اتحادات اخرى مش بالدرجة الاولى مغربية ولكن اتحادات اخرى مغربية وفرنسية وبوسنية وغيرها واستفادت من عديد اللاعبين الذين يحملون الجنسية الفرنسية المهم انه براهيم ديازي سيكون مكسب كبير جدا للمنتخب المغربي بالنظر لمستوياته مع فريق ريال مادريد بعض وسائل اعلام الاسبانية قالت اختار المغرب لانه تأكد بانه لن يعول عليه على مستوى المنتخب الاسباني الاول هذا الاسبوع كان الموعد مع دور ثموني نهائي لمسابقة دور ابطال اوروبا ولا مفاجأة الكبار تأهل ثلاث فرق اسبانية ريال اتليتيكو وبرشلونا فريقان من انجلترا المان سيتي وارسنال وفريقان من المانيا البايير ودورتمون بالاضافة الى باريس الجرمان في دور ربع نهائي واعد يحمل مباريات كبيرة جدا يبقى فيها الان كل شي مفتوح على كل الاحتمالات رغم ترشيحنا غالبيتنا طبعا لريال ومنشستر سيتي للفوز باللقب ولكن سابق لأوانو الحديث عن من يتوج باللقب نقطة اخيرة مع اقترب نهاية الموسم عادة يبدأ الكلام عن انتقالات اللاعبين النجوم تنفيه كلام عن مبابي توقف كل شي بعد مبابي لانه لم تعد هناك نجوم تبع وتشترى او تثير الاهتمام بقدر ما صار هناك مدربين يثيرون الانتباه والاهتمام وصاروا يلقون الاهتمام بالدرجة الاولى من الكثير من الاندية خاصة بعد اعلان كلوب رحيله عن ليفربول نهاية الموسم اعلان تشافي رحيله عن فريق برشلونا اعلان تخيل والبايير ايضا الطلاق بينهما في نهاية هذا الموسم هذا يخلي هذه الاندية تبحث عن مدربين وتخلي المدربين المتألقين اليوم حتى كل الانظار عندما اتحدث عن المدربين المتألقين اكيد نذكر تشابي ألونسو المطلوب في الريال المطلوب في البايير المطلوب في ليفربول في اندية كبيرة جدا اكيد نتحدث عن روبين اموريم مدرب سبورتينجليجبون على الترتيب على حساب بورتو وبنفيكا نتحدث على روبيرتو ديزير بمدرب برايتون نتحدث كذلك على مدرب جيرونا الذي يصنع حدث بشكل كبير جدا في اسبانيا ميكال سانتشيز هو مطلوب بدرجة كبيرة جدا من برشلونا وبالتالي هذا العام يتوقع ان يكون فيه كلام كبير طويل وعريض حول انتقالات المدربين وليس انتقالات اللاعبين رمضان كريم السلام عليكم